السلام عليكم النهاردة حبيبي هنعمل المكارونس باكتي بتعامه مميز جدا هنسمي بالله ونجيب اربع معلق من الزيت كده في حلة وعليهم معلقتين من التوم المفروم نشوحهم لحد ما يلونهم مش قر ننزل عليهم كده بكم قطعة من الفلفل السبايسي علشان ناخد التستل السبايسي الحلو وبعد كده هننزل بالتماطم المعصورة ومتصفية ونديلها بقى المناكهات بتاعتها اللي هي معايا عبارة عن ملح طبعا اساسي وكمان فلفل اسود هنضيف كده حوالي نصف معلقة من الملح وكمان رشة من الفلفل اسود حوالي معلقة صغيرة وكمان رشة من البابريكا وحنسيبها بقى تتسبك لو حابة تضيفي سبع بهرات بتخليت تستحلوة جدا وبعد كده هنسيبها تتسبك تسبك مش كامل يعني مش عايزها ناشفة جدا علما المقرونة بتاعتي تسلقت كانت الصلصة تسبكت ما شاء الله وسلقتها سبع دقايق في مياه مغلية معاها ملح ومعلقة زيت صفتها زي ما احنا شايفين اللهم بارك ما بطولش عليها علشان متعجنش مني وهنبتدي بقى نقدم فيه ناس بتحب تقدم المقرونة بالشكل اللي احنا شايفينه ده بالطريقة دي مقرونة بيضة كده ويجيبوا عليها بقى من الصلصة بالطريقة اللي احنا هنشوفها دي تجيبي كده من الصلصة وتصبي كده فوق المقرونة بتبقى طعمها حلو جدا فيه ناس بتحب تقدمها بالشكل ده والناس بتحب تكلها بالشكل ده وفيه ناس وانا منهم بحب بقى امكس المقرونة مع الصلصة بتاعتها في الحلة زي ما هنعمل دلوقتي مع بعض الطريقتين حلوين والطريقة اللي تنسبك احنا مقدميها بيها الصلصة بتاعتي متسبكة كده زي ما احنا شايفين اللهم بارك وبحب المقرونة الصلصة بتاعتها تكون كتيرة كده وتكون متنغنغة بالصلصة وما تكونش نشفة وابتدي اقلبها زي ما احنا شايفين بالشكل ده لحد ما تتغلب في المقرونة عندي كلها بالصص الاحمر زي ما احنا شايفين اللهم بارك وكل ما تكون المقرونة الصلصة بتاعتها كفاية كل ما تكون طعمها لذيذ وفتبقى مغمسة نفسها كده ومش محتاجة جنبها اي حاجة او اي ضفة اللهم بارك طعمها حلو جدا فالصتون بيدي تستحلوة قوي للمقرونة جربوها كده وممكن كمان تزودوا بقى كمان من الصلصة على المقرونة اللي بيحب الصص زيادة زي ما احنا شايفين كده وكمان انا قدمتها بقى كمان جنب بني حمرت بني كريسبي كده وطعمه خطير اللهم بارك وكان يوم لذيذ كده اللهم بارك زي ما احنا شايفين طحفة والمقرونة كانت طعمها خطير جربوها الاكلة دي طبعا ولادنا ما بيقدروش يقوموها المقارونات كلها بانواعها خاصة المقارونا بالسوس الاحمر والبني جربوها هتعجبكو وما تنسوش اللايك والشير اشتركوا في القناة